السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة تكملها لموضوع صفر بوداوي الى ما يسمى الكيان الصهيون بعد ما بحثنا شوية القناب اللي الطريقة والصفر انتاع بوداوي متعمد من قبل ادارة نادي نيس الفرنسي في الصورة اللي بتكلم عليها في الفيديو السابق نشوفه بوداوي في الواجهة انتاع الصفحة انتاع الانستغرام انتاع نادي نيس في الواجهة اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي بطريقة متعمدة الاولى الزوجة حاجة ثانية انه في القائمة يوجد بوداوي هذا شيء مفروق منه بوداوي كان في قائمان تاع نادي نيس المسافرة للا بيسمى الكيان الصهيوني الشيء الثالث المهم ايضا انه اللاعب امين قويري المغترب لمزام العلش المنتخب الواطن يلعب المنتخب الفرنسي ليس غير موجود اسمه غير موجود في قائمة نادي المسافرة اللي سافرت ووصلت وكنتكلم عليها بقضية الوصول تاعها الى ما يسمى الكيان الصهيوني امين قويري غير موجود زيدكم حاجة اخرى هذه جبنا الاحصائيات مقابلة اللي فاتت لعب اساسي امين قويري لعب اساسي ضد نادي رامس وما خلش مصاب لعب اساسي كامل يعني ما بدلوهش لو بدلوه نقوله ما يكون مصاب ولا لعب اساسي امين قويري لعب اساسي ولم يلعب ولم يلعب مقابلة هذي ما يسمى بالكيان الصهيوني وما سافرش مع النادي تاعو وغير موجود في القائمة امين قويري مغترب امين قويري ملعبش في منتخب الواطن الجزائري امين قويري يلعب في منتخب الفرنسي هذي مقطة مهمة ايضا شيء اخر اللي تبين باللي متعمدة وداروها بعمد يعني متعمدين ها هذو ما تعنيس هذو ما فرنسيين معروفين ماذا بهم دول العربية كامل طبعا مع ما يسمى هذا الكيان الصهيوني من بينهم الجزائر انهم لاخظة وصولهم لاخظة الوصول ، اول حاجه داروها نيس صوروا العلم من تاع ما يسمى بالكيان الصهيوني من صفحة الرسمية عن نيس على الانستغرام صفحة الرسمية عن نيس على الانستغرام اول حاجة دروها بعد ما وصلوا لعالم من تعب كيان الصهيوم وقلتها وين عودها في الصورة كانوا لما ديبار يعني وشوفوا شكتبوا يعني انطلاق الى تل ابيب متعمدة وداروا الفوتو تعمل صورة لاعب جزائري هو هشام بوداوي يعني متعمدة نيس حابتها بالعاني وفرنسا كنقول نيس فرنسا تهين الجزائر بلاعب جزائري متعمدة بقى للعب مسئولية انا نقول مسئول اللاعب نوعا ما رغم انه يلعب في نادي محترف لكن مسئول كان يتحجج كما قلتها باصابة مريض خاصة الاصابات اسهل حاجة اسهل حاجة في الاصابة لما تقول باللي انا مصاب تبعد عليك نوعا ما الشبوهات انا مصاب مش قادر عندي اصابة في رجلي كذا كذا الادارة ولا الادارة نادي نيس تصرف النظر عنكم ما تخليكش تسافر معها قلتها امين قويري لعب مقابلة انتاع الامس واساسي غير موجود في القائمة انتاع نادي نيس من المسئول على هذا التصرف ومن المسئول على انه لاعب جزائر يلعب في اراضي الكيان الصهيوني من قبل ما نتكلم على اللاعب قلتها اللاعب مسئول عنده جزء من المسئولية لماذا لانه قادر يتحجج بالاصابة جزء من المسئولية وما نقدرش اللو من اللاعب لكن كي الناس مسئولة وقاربة من هشام بوداوي هي الاتحادية جزائرية اللي كور تقدم لننقول اتحادية نقول شكون نقول زدشي زدشي شكون هو رئيس نادي بارادو اللي جا منه هشام بوداوي زدشي هو اللي باع هشام بوداوي لادارة نادي نيس يعني خير الدين زدشي رئيس الاتحادية رئيس نادي بارادو الرئيس اللي تفاوض معاد ادارة نادي نيس في بيع اللاعب هو المسئول الاول والرئيسي في القاضية كان قادر عيط البوداوي بوداوي يا ولدي تحجج يا ولدي دير روحك مصاب قادر دير روحك مبليسي تحجج بطريقة قادر المقابلة اللي فات دير روحك دير بطاقة حمراء قادر يعني اي طريقة اي طريقة باش نبعدوا على ولدنا اللاعب الجزائري تعنا بالمشاكل وما يدخلش في دوامة وامور اللي احنا في غيناء عنها صراحة احنا في غيناء عنها وجزائر معروفة مع فلسطين ظالمة او مظلومة اذن المسئولية انا نحملها رأي الشخصي المسئول الاول خلينا من اللاعب قلتها ونعودها عنده جزء من المسئولية قادر يتحجج ما يعرفش الله غالب ما يعرفش تحملها شكون يتحملها رئيس الاتحادية اللي هو في نفس الوقت رئيس نادي بارادو وهو الرئيس اللي باع قلتها ونعودها باع هشام بوداوي الى نادي نيس الفرنسي مكالمة صغيرة تقضي كل هذه المشاكل وتحل هذه المشاكل مكالمة واحدة برك قال يا بوداوي در روحك مبليسي در روحك مصاب ماكس قادر تمشي رجلك تضر فيك نتحننوا بالمشكلة هذه لكن تضر شي ما كانش ما دام اللاعب راح سافر ووصل لما يسمى الكيان الصهيوني يعني ما كان والو أو كان رياكسيو ما زاد شي أو كان رياكسيو ما كان والو لا توجد اي ردة فعل الآن اللاعب أنا الشي اللي ضرني صراحة أنه لاعب جزائري خريج البطولة الجزائرية ابن الجزائر ابن الصحراء جواز صفر نتاعه يعني للأسف 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 يعني ما اشتتش اللاعب جزائري يوقف في موقف هذا الصهيب أنه جواز صفر الجزائري سوف يكون فيه ختم لما يسمى بكيان الصهيوني لحظة دخول لمطار جزائر كيف سوف تكون ردة فعل السلطات الجزائرية ما ندخرش في الأمور السياسة بس صح من ناحية ليه هو رح يتقاس والله ما هي سهل آخرتي والله ما هي سهل الناس تقولوا احتراف مع احتراف أنا قلت لكم أنا نهضر بالاحتراف ونعمل بالاحتراف صحيح أن ابو داوي اللي خلصوا هي إدارة نيس واحد ما يخلصوا وقادر يقع فيه مشاكل صحيح أني قلتها كان عليها عنده حلول عنده حلول يحاول يجرب الحلول تروحه مصاب وزيد مقابلة شكلية نيس مقصر نيس مقصر نيس مقصر نيس مقصر وزيد تأكدتها وزيد نعاود لكم نيس متعمدة متعمدة نيس كي يقول نيس معنا فرنسا فرنسا متعمدة باش تهين الجزائر بلاعب جزائري شوفوا يا جزائري اللي تقولوا احنا معاظر سلسطين ضارمة مظلومة ندري لكم واحد ولد بلادكم اللي خريش البطولة جزائرية ما هوش حتى مغترب وعنده جواز سفر جزائري نديره في الفوت هو الأول ونكتب تحته تل أبيب تل أبيب ايهانة ومن بعدها زاد لما وصلوا أول حاجة دارتها إدارة نيس وكي نقول إدارة اسمعناها فرنسا صورت لكم العالم اللح انتع لهيه علم كيان الصهيوني ما يسمى الكيان الصهيوني أراضي المحتلة فشانسيزكا مكثرة من هك إذن نعاودها ونقولها مسؤول الأول والأخير رئيس التحادية رئيس التحادية رئيس بارادو تليفون يعيط له قال يا ولدي يقول راكمو صاب راكم بليسي تنتهي الحكاية لكن حاجة مده مصرات أميني قويري لاعب المنتخب الفيرنسي من أصول جزائرية لكنه بنصيون ومغترب لم يذهب ولم يسافر مع نيس إلى أراضي المحتلة والحديث قياس فالأخير متقنع مع مزم من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته